هلا وسلام بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين إيه اللي حصل مبارح محمد جمال وإحمد إيه شو هيقولون حد فيكم يتفضل محمد طيب زي ما احنا قول لكابتن في الإنترو النادي الأهلي مبارح مكانش سيد وهنأكد ليه مكانش سيد لسببين السبب الأولاني ان انت عملت حاجات إيجابية وعملت حاجات سلبية قدت لانك ما كسبتش عشان ما ينفعش افضل قول لنحمله حاجات إيجابية لو احنا ما عملناش حاجات سلبية كنك سيبنا المورة ده رقم واحد رقم اتنين ان انا بلعب فريق منظم جدا 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 هروح ان انا ازاي بلعب فريق منظم جدا جدا هنا هنوري ناس بس ازاي كان بيدغط هنا يا كابتن اسلام انت وانت معاك الكورة وهم بيشتغلوا ميد بلوك يعني بيدافع من وسط ملعبه خمس لاعبين موجودين دايما في الزون اللي فيها الكورة او في زون انتظار الكورة عشان ياخد الساكند بول في اللقطة الاولانية خمس لاعبين موجودين افليل لان الكورة بيش موجودة مهم جدا اللقطة دي جدا 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 مرحل خمس لاعبين افليل بخطة عرضي عشان يقفل اي زاوية انت تشتغل عليها عشان تقفل الزونز ولما ما كانش بيروح بخمسة كان بيقفلك بخمسة في خط الدفاع كان في العيب اسمه ريفالدو كويتزي ريفالدو كويتزي ده في الاساس العيب سيدي ام مركز ستة كان بيتواجد هنا ده ده ريفالدو كوتزي يا كابتن راجع فين راجع عشان يقفل اسمه بتاع تعليما والول ده اللي بيعملو حمدي فاتحي الدور اللي بيعملو حمدي فاتحي عشان الناس تبقى فاه ريفالدو كويتزي هو لعيب مركز ستة بيشتغل بيعمل نفس الدور اللي بيعملو حمد فاتحى مع انا Оو في مباراتنا أو في الحالات الدفاعية وده اللي بيعملوا في كل مبارياته في دور المجموعات في الثلاث مباريات. ريفالدو كويتزي بيرجع في الحالة الدفاعية بيبقوا خمسة. وفي حالة الضغط في وسط الملعب. الحالة السابقة لو يرجع لي الحالة اللي فاتت هتلاقي ريفالدو كويتزي موجود في وسط الملعب. قفلين خمسة بعرض الملعب. خمسة بعرض الملعب. ده ريفالدو كويتزي. موجود خامس تحت. لما الخمس تعيد. ده ريفالدو كويتزي. موجود خامس تحت طول مكورة في وسط الملعب هو شغال انه في خمسة بيقطعه كل زوايا التمرير علشان كرة متعديش. لا تروح يتطرك انك تطلع على الاطراف. هو كان بيتلعك. ودي من دم الاخطاء اللي احنا بقى اقعنا فيها. اه. اللي احنا كنا بنروح على الاطراف من غير انه انا رايح على الاطراف عشان اعمل ايه? انا باهرب من 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 الكراود. باهرب من الزحمة اللي موجودة هنا دي. طيب. باهرب من الزحمة اللي موجودة في عنكم. مهم جدا. لكن انا عايز الصورة اللي فاتت لصبحت يا سميد. لانه مهمة جدا. لا اللي فاتت. اللي فيها. اللي قبلها كمان. اللي فيها كويتزي ورا. لا لا. الخمسة في الدفاع. خمسة في الدفاع. اه. مهمة لانه. الحقيقة انا بس عايز اوضح حاجة مهمة جدا. انهما كانوا بيلعبوا قد ايه? كانوا متحفظين جدا جدا جدا. امام من الالهيهية دي الصورة. ايوا هي دي. انا بس عايز اوري لحضراتكم حاجة انه هنا بصوا علاج زي ما انت 1 2 3 4 5 بدل ما يلعبوا what ?oi بدل ما يلعبوا 4 3 ها هو بيلعب 5 1 3 1 غالباً يعني 5 4 1 1 2 3 4 فيتر شلو بالم Maßnahmen كنت سيقوم نقول نقطة مهمه جداً قد إيه التحفز وقد إيه النظام اللي كان وشير. وقديهم برضو مركزين أكتر مع الجبهة اللي هي بتاعت معلول. يعني هم برضو هتلاقي مثلا فينا زيادة عدية شوية فينا لعبين ما عندنا. لكن هنا أصلا هم مقفلين أو يعني عارفين إحنا الجبهة بتاعت معلول هي يعني سقنة وهي اللي احنا بنركز عليها دايما. فهذا هم كانوا قارين جدا وهم مذاكرين. هم مذاكرون من الإسان اللي فاتت جدا يعني صراحة. هو لو يجيب لي كمان بذكر التركيز على جبهة تعالي معلول رغم التركيز على جبهة تعالي معلول ورغم إنه كان بيحاول سواء الدفاع أو الهجوم إن التركز كله اللي هو يجيب لي الهيتمابس أو الخرائط الحرارية بتاعت أربعة عيبة أنا مركز على أربعة لعيبة اللي كانوا بيشتغل ناحية اليمين. هو كان بيعمل الكراوت ده أو الزحمة دي. كل الشغل التاكتكل ده عايز الهيتماب بتاعت دي الهيتماب. ده مكونا. ده لعيب وسط الملعب. لعيب بيلعب زي عمر الصلية. بصوا متواجد فين. ده الهيتماب بتاعته. كل شغله ناحية اليمين. ناحية عالي. ناحية عالي معلول. عشان يقفل الهجوم دي. ومع ذلك كنت بتعدل. مع ذلك انت روحت بكورة واتنين وتلاتة من ناحية عالي. ومع ذلك كان عالي كان أخطر من أخطر اللعبي. طبع. رغم إنه كان كان بيعمل لك الكراوت ده. كان بيعمل لك الزحمة دي. انت قدرت دي منظن النقاط الإجابية. هو حاول يقفلها لك ناحية اليمين. لكي اشتغلتها. جيب لي. ده تنبات واني. ده الراجل الجناح. اليمين. موجود فين؟ موجود فين؟ موجود في الزون دي. ده أهم العيب. هنتكلم عليه. ده السترايكر. ده السترايكر بتاع سان دوز. موجود فين؟ موجود فين؟ في طرف اليمين. هو كل تركيزه كان يقفل الزون بتاعت سواء من فوق أو من تحت إنه يقفل الزون اللي بي اتكلم عندي. قال انا كنت بحاول اقفل طول الوقت. الشغل على علم علول. ورغم كده من ضمن النقاط الإجابية. قدرت تفك الضغط ده. مهما كان عليك الضغط ناحية اليمين. قدرت تفكه. لو احنا جبنا هجمات النادي الاهلي. هتلاقي انك قدرت تفكه مرتين. مرة انا كنت تعمل لفرقة وبتفتح الملعب تماما من ناحية شمال بتاع علم علول. وبعد كده تبتري تخش. هنا ادي واحد اتنين تلاتة. هنا قفشة حسين الشحات وعمر السلية. دايماً بيتواجدوا في العنق. ليه? لان علم علول كان بيسحب الملعب هناك ناحية الشمال. فاما كان هو بيعدي. لو هم راحوا معاه بيفضل واقف معاه شنسح يفتح الملعب. هنا دي الكرة التانية بتاعة علم علول. انا ليه جايب هنا هجمات النادي الاهلي بالتتالي. علشان انت رحت. باثنين وعشرين هجماً بارح. اتنين وعشرين هجماً. في صورة اولو يجبها لي تركيز الهجمات. احنا كنا بنشتغل من اين? احنا كنا بنشتغل من كل المناطق. في صورة تركيز الهجمات. عدد اله المهمة جداً. احنا نجعلها دي لانها دي مهمة جداً. دي واضحة هنا حتى. دي من ضمن الفرص يا كابتل الإسلام. يعني ده الهدف اللي سجلوا بيرسي تاو. ده الهدف اللي سجلوا بيرسي تاو. يمكن. هو كرة تسلل طبعاً. لكن تفصيلة بسيطة جداً من ضمن الكرة. انت اختلاقت هنا من العمق. في كرة شبهها. في كرة شبهها بالزبط في ناعية المباراة. الفاول اللي اللي تحط لبيرسي تاو. لول انه ما قفتت تحت رجله. ده من ضمن الباد لك او الت دي. دي كرة اهي. الكرة ما قفتت تحت رجل. بس كاملة. دي مش صاعدة. هو جي استليمها طولت منه. هو رايح من هنا انفراد. فده الجزء بيقولك انت روحت وهدت واشتغلت. كان عندك اخطاء ومنها غلطة الجون لما ليجي نتكلم على الجون. فضل ايش. طب انا عايز اتكلم لو رجانا الكرة اللي هي بتاعت فاول بتاع معلول لي ع 18. لان احنا هنا عندنا سلبية دايماً مؤخراً في النادي الاهلي. وهو فكرة انه احنا عندنا عدم استغلال. حتى الكرة اللي هي مشت شوية. اللي واحدة بير ستاو. ما ايستعوذ كذلك كويس وبالتالي يسجل. نحن عندنا نقطة سلبية جداً ما ينفعش الكرة دي. يعني في كل العالم كله. يعني انا 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 فاكر انا قبل كده النجمة الليبناني. انا فاكر انا قبل نجمة الليبناني. انا فاكر انا سجلوا فينا هدف من حات تزي كده بالضبط. فمش معقول احنا بيتقبل فرق قليلة بيتسجل فينا قبل كده برضو. مش فاكر قبل فكل النجوم مستبئ، برضو حاجة تزي كده. سجله فينا برضو. بالتالي ليس معقول أبداً يكون فيه فرق أقل مننا يعني إسماً وتاريخاً بيسجلوا أسديق ضربة الجزاء أصدق أنه يعني آه يجب على الاستغلال الكرة السابت إحنا الاستغلال الكرة السابت هو مرضي تشاطط مفاكئة بشكل كويس هو الحرس أنقذها بالضبط يعني كنت رغبت حارس الحرس ممكن يفتكر هو مش شايف الكرة أصلاً فيرفتبك أو كده بس هو طبعاً هو الحزب كان يعني أنا بالنسبة لي شايف أن هو مرجل مبراه الناس الكثير شايف أنه طبعاً هو غلط في الكرة بتاعة اللمس يده هنرجع لها وفيه كرة تانية وقعت منه وكده بس في الآخر إحنا قدام المشكلة دي إحنا عندنا كذا كرة يمكن مش موجودة الصور هنا بس عندنا كذا كرة عملها معلول ككرة سابتة منها كرة طبعاً كرة بتاعة اللي هو برستاو بس في الآخر إحنا إجمالي الفترة أخيرة في النادي أهلي ما عندناش استغلال للكرات السابتة دي لازم يكون فيه تدريب كويس جداً على الكرات السابتة دي أشاف دين من أهم من القتل اللي يجب أن يتم اتخاذ الفترة اللي جاي نعم لما نجي تتكلم بقى على الجول دي أهم اللقطة السلبية الأبرز غريبة اللقطة السلبية الأبرز وطحة لما تيجي تتكلم على الجول إنه ده ما بدقياً دي الوقفة لأ رجع لي تاني رجع لي تاني اللي فاتت دي الوقفة الكرة لسه هنا بتطلع ديانج السلية حمدي معلول أربعة في زون مفيش مسك مفيش رقابة مفيش قفل زواية تمرير ليه؟ لو الراجل هنا اللي معاك كرة كرة سوطلعتش من رجله لو حطها وراء علي معلول مباشرةً هنا هنا في الاسبيس دي في الاسبيس اللي قريبة لللاين لو حطها لينير لعيب سانداونز هياخدها طب لو حطها في العمق لعيب سانداونز هياخدها طب لو تشالت والراجل ده رجع خدها وبدل ما نشطها في الجن زي ما جات له بعد الغلطة بتاعت ياسر نمشي شوية اهي دي اللقطة التانية بتاعت قولي دي غلطة التمركز دي غلطة اربعة ثلاثة آسف جدا انا لعبت الهلاي السعودي ولعبت الهلاي السوداني باربعة ثلاثة ثلاثة ولم تتح ليهم فرصة واحدة بالمنظر ده دي غلطة ارهاق بحتة قلت تركيز الناس دايماً بتركز على الجاهزية البدنية بس دي قلت جاهزية ذهنية اللعيبة من كتر الضغط والمباراة خاصةً ان السلاسي ده ترجع لي اللقطة اللي فاتت التلاتة وقفين حتى بعد ما حتى بعد ما لبصت لعب ياسر هو بيشيلا دي قلت قلت الجاهزية الزهنية وقلت الجاهزية الزهنية مضمن الحاجات اللي المدير الفني صعب جداً نتعامل معاه لانه اللعب هو وصله حالة من التشبع من كتر الضغوط من كتر الضغوط من كتر الضغوط المباراة والتتالي فعشان كده لما عملنا الروتيشن في مباراة المقصة وضح الفرق وكانت المباراة تسمح لانه ورضو عشان ما طالبش المدرب ان يعمل الروتيشن اكتر من اللازم قدام فرق كبيرة فانا عملت الروتيشن قدام المقصة لانه مباراة تتحمل ظهر الفرق لان اللعيبة نزلة عندها ناها من نية تنزل تشتغل لكن كان من المفترض برضو لو حذر بتتكلم في هذا الاتجاه ما هو طيب ما انا عملت الروتيشن في مباراة المقصة وبالتالي اللعيبة دي دي جاهزية بدانية بس لانه انا الجاهزية الزهنية والتركيز في المباراة الكبيرة بتستنزل في الجاهزية الزهنية بتاعك اللعيبة مهما كان لعيب زي قدام جا كابت المحطة بطي المقصة مرحش طبعا انت بتطرح وجهة النظر اللي مسمحة من الجمهور لانه ناس كتيرة جدا مكلمتني وكلمت حضرتك وكلمت ايشو وكلمتنا كلنا عايزة تعرف واحنا ليه اتغلبنا على رغم من احنا زي ما حضرتك قلت ان احنا ما كناش وحشي بالزبط احنا كنا افضل على يعني في كل اوقات المباراة كنا افضل مفيش وقت جي في المباراة باستثناء السبع تامن دقايق الاولانين لان هم فاجئونا بالهاي بريس ضغط وضغط عالي وكنا هم مستدين اول ما رجعوا خلاص والدليل ان هم بعد ما قدروش يعملوه هم عملوه تامن دقايق ورجعوا بعد كده كانوا بيعملوه ده الهاي بريس اللقطة دي هو ده عملوه في بداية المباراة وفي بداية في بداية المباراة وفي بداية الشرط التاني فقط بس نزدق بعدها ما يقدرش لانو يفتح عشان يعمل اهو في اللقاة الاولانية تلاتة ليلير بيضغطوا على الخط على الخط الخلفي وكان دايما المدير الفني وديه تحسب لهم ان هو كان المدير الفني بيضغط دايما على مين بيضغط على ثلاث لعيبة مهمين جدا في الخروج بالكورة بيضغط على حمدي فاتحي. بيضغط على عمر السلية. وبيضغط على ايمين في خط الدفاع. افضل لعب يخرج بالكرة في خط الدفاع محمد عبد المنعم. فكان دايما كان بيتطر محمد عبد المنعم انه يعمل الاسر. عشان ياسر اللي اطلع بالكرة مش محمد عبد المنعم. دي كانت من ضمن الحاجات اللي عملوها ايجابيا بارح. النقطة التانية المهمة جدا. ان هما كانوا بيشتغلوا لينير بتلاتة ورا. او بيشتغلوا لينير بتلاتة. على شكل مسلس زي ما احنا شافنا في الصورة كده. عشان يبطل يضغط. دايما في لعيب تحت الكرة. في لعيب تحت الكرة هنا. وفي لعيب رايح على اللعيب اللي معك كرة. عشان دايما يقفل لك زوجة التمرير دي. وده اللعيب ده لو احنا حركناه. ده اللعيب ده اهو. اللي احنا حركنا وعملنا عليه سكوب ده. اللعيب ده لما كان بيتحرك بيتر شلوليل كان بينزل يضغل تحت على اي انكمل اللي ياخد الكرة. محمد مجدي افشا او السلية. هي دي الازمة اللي كانت عندنا مبارح في الخروج بالكرة. طيب. نروح بقى لحجمات وكمية الهجمات والكسافة اللي كانت عندنا مبارح. اتفضل ايش. يا بس اللعبة دي برضو مهمة جد. الكرة دي ده طرد. الكرة دي طبعا الحارس. في كرة واضحة جدا. هتلاقي مع لها زوجة خلفية. هتلاقي مع لها زوجة خلفية. واضحة جدا بالنسبة لعليقال ان كرة خارج التمنتاشر. لا لا معلش هتهلنا عشان دي مهمة جدا. اвиه سورة من زاوية تانية. في سورة معاني واضحة جدا وهو ايض بره بره مطقة الجزاء. لا الصورة بس كده. انا بس اصر اللي عارفين مرضيتش دوس على الموضوع ده عشان مايقولكش ايه ده. ايه ايه. ما ايه. ايه لو كنت ايه لو كنته بره. ارزون الكرة واضحة جدا انها بره. يعني انا على الان وجد نظمة شخصية. بس هنا بس هنا بردو عايز اقول بردو حاجة. ان هي احيان مش مسؤولية الحكم. نديم مسؤولية اللاين ماني. اللي وقت ده الحكم المساعد حكم الخط. ده لازم هو اللي يقول له ان هي جوة اللي بره. ده مش بتاعت رضوان جيدة. يعني احنا مش عايزين نيجا على الراجل في حاجة زي كده. مفهوض يكون في فاربا. احنا بقى مطالب هنا الاتحادي الفروكي. انت مش معقول. هو ده اللي انا بكلم فيه. بالزبط. انا ما بقولش الكلام ده جماعة. انا اقول. ان احنا. مش بنبرر والله. اه بالزبط. احنا قدام بطولة دي. عشان برضو اصفي بعض الناس عاد كده بتتهمني احنا ان احنا متجاملين بحاجة كده. وعلى فكرة يعني احنا صنداونز ده. اول ماتش ليه. اصلا كان ماتش مع مريخ. فيه هدف للمريخ يطلق بداية التسلل. ودي ماتش ده. فيه طارد في الديع خمسة وسبعين يا جماعة. يعني لو اصلا الحال ده اضطرد. فخلاص كده ان شاء الله كان يكون احنا لدينا توفيق. زي اصلا ماتش اللي فات برضو كان فيه اخطاء برضو كان برضو كان ماتش السنة اللي فاتت. كان فيه حالس لها صنداونز كان التاني لأساسي. بالضبط كان هو فضل برضو يضطرد برضو كان في ضرب الجزائي لدينا محمد شريف ما اضطرد. بس في الاخر احنا في احنا اتظلمنا. لكن ما اقولش انه مش ده السبب. احنا ضيعنا فرص لان انت كان هنا بقى ما نتكلم عن الكسافة الهجومية اكتر. هيكون احنا احنا مشكلتنا في الفنش. مشكلتنا في اللمسة الاخيرة. احنا بنوصل شفنا كذا فرصة. فطراحة علي معلوم من رجال من وراه. اختراق معنا طبعا اكيد عنده مشاكل دفعية وده عادي. ما فيه لعب عنده مشاكل هجومية ومشاكل دفعية. انت العالي معلوم وصل لعيبة لكام فرصة. محتاج بس انت تقطع تلمس الكورة كده. يمكن الكورة بتاعت. يعني يعني يرجع لنا بس السورة اللي فاتت بتاعت علي. بتاعت حسام حسن. انت كفريق. كفريق. وكشغل فني. وككل المجموعة اللي بتشغل في وسط الملعب. او حتى على الاطراف. او في الجزء الهجومي. انت شغلتك انك توصل للكيس دي. توصل للحالة دي. انك تصنع الفرصة. ده شغل مدير فني. انك تصنع الفرصة. قدرت انك تصنع فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. في جزء منها عدم توفيق. وفي جزء منها عدم جاهزية عند دروس الحرب. سواء محمد شريف. واللقطة اللي بتاعت حسام حسن. طب في المتناول وسهلة جدا. ولو تعادت لحسام حسن هيحطها. اتلعبت له عشر مرات. هيحطها لعشر مرات. بقت غريبة جدا. الكرة تحت رجله. الملعب الجون كله مفتوح. كرة ما بتتسجلش. دي واحدة من ضمن الكرات مبارح. واحدة تانية. ودي نقطة. ومن هنا مش اقول انها سلبية. بس دي نصيحة. محمد شريف راس ماله هي تحركاته. دايما ميزة محمد شريف التحركات والفادي. ممتاز جدا. مزبوط. بيعاني محمد شريف الفترة الاخيرة من التحركات. هو يام عنده حالة من عدم الجاهزية الذهنية. فمحتاج انه هو يهدى. لانه. انا طول مرة متصاربع ان انا عايز اجيب جول. هتحرك غلط. مش هجيب جول. امبارح. امبارح. كان فيه ازمة كبيرة جدا جدا في القطع. انا اه اه انادي الاهل انا عمل اتنين وعشرين كروس. اتنين وعشرين عرضية. اتنين وعشرين عرضية خلال تسعين دقيقة. ده معناه ايه? ان انا كل اربع دقايق بعمل كروس. خلال المباراة. طب لما انا اوصل ان انا كل اربع دقايق بعمل كروس. ومعليش يثبت للصورة دي مهمة جدا. عشان دي واحدة من ضمن الاجابات اللي النادي الاهلي كان بيعملها مبارح. لما اجي الاقي فريق انه بشتغل علي كومباكت جيم. يعني دفاع متكتل. بشتغل في بعض اللقطات كان بشتغل خمسة خمسة. كان بشتغل بخمس لعبين دفاع قدامهم خمسة. فعملك بلوكين. لما تصل الى هذه الحالة خمسة وتلاتين متر. انت ليه عامل خمسة وتلاتين متر ما بين ما بين افشة وما بين عالي معلول. عشان انت كن لازم اكباري بالكومباكت ده. الشغل الفني. الدقيق انك لازم تفتح الملعب تعمل. علشان انت لو ما عملتش كده هيفضله كومباكت طول الوقت. هيفضله كومباكت طول الوقت. هم بتتكلم على فريق بيلعبك بالتسعة او عشرة تحت الكورة. فانت اماكن توجد اللاعبين والسبيسيز انت عايش شغل فيها قليلا جدا. فانا كان لازم اعمل ده. انت بتشتغل كده طول المباراة. النقطة التانية اللي عملها موسماني. ان هو كان بركز بس هنا بص يا كابتل. انت عملت هنا ايه? ودي النقطة ومعليش سببتلي الصورة دي شوية. في الصورة دي المدير الفني كلنا كل الناس كانت متوقعة ان الراجل آآ آآ منكوبا هيحاول يقفل الجبهة اليمين بتاعته الشمال بتاعتي علم عنه. فاجي المسلماني لما لقى الدنيا مقفورة ناحية معلول لمدة التلتة ساعة عمل ايه? غير اللعب وبتلع يعمل عملية التجميع ناحية نحمد هاني. عشان يخلق الصورة دي. وودة افشا هناك. بربو عليك. وودة افشا هناك. بس ثبتلي هنا. رجع لي معلش سورة اللي فاتت التاني. الفنس دي يا كابت اللي احنا كنا معلمين عليها. رجع لي سورة اللي فاتت تاني. هنا التجميع في كامل عيد من سندونزا كابتان هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلهم تحت الكرة في اتجاه الكرة ناحية المين بتاعت محمد هاني. فانا جمعت المجموعة دي كلها عشان افضل دي العلي معلول. فانا هنا بقيت قدام خيارين. هاعمل الكروس. ياما هيجري الراجل ده. ياما الساكند بولها تروح في العلي معلول. فانا لما ماشي. ماشي بقى السورة البعادية. ان شاط هنا دي تصويب من عالي معلول. ليه وصل عالي معلول لهنا? وازاي وصل عالي معلول لهنا? ده شغل فني من الرجل وشغل فني من الفرع كلها. اننا قدرت تسحب اللعيبة ناحية اليمين. ده من ضمن الاجابات اللي احنا عملناها مبارحة. ما كناش موفقين. ما كناش جايدين في الفينيشينج. وهنا بعيدة عن نقطة التوفيق ما كناش جايدين. كان عندنا مشاكل في الفينيشينج. كان عندنا مشكلة لما نزل. اه نزل وقت قليل. بعض القرارات خلال المباراة لبيتسو كان عندنا مشاكل فيها. منها انه اتأخرت التغييرات شوية. هو حتى الرجل اعترف في المؤتمر الصحف. قال انا قد اكون اتأخرت شوية في تغييرة حسام حسن على سبيل المثال. ولما تسأل على حتة التلاتة اللقطة اللي احنا جبناها اللي هي غلطة الهدف. قال انا لعبت كده في كل المباريات اللي فاتت. انا كنت مسيطر على وسط الملعب. كان كل شغل سانداونز ان انا اقفل ناحية الشمال. يعني يعني بيتسو عمل حسابه ان سانداونز هيشتغل من ناحية اللي جي منها الجون. وفضل اقفل ناحية دي طول المباراة. غلطتنا فيها مرتين. واحدة اتخذت ناحية اليمين. وتحطت بالعرض البيتر شلوليل ومعرفش يوقفها. والتانية اللي داخل الجون.